موسيقى استفى طلبة الإعلام بجامعة بيرزيت جنبا إلى جنب وهتفوا عاليا بحنجرة واحدة تنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بداية الحرب استنادا من كوننا طلاب إعلام ارتقينا من واجبنا الإعلامي أن نعمل وقفة أن أضعف الإيمان وقفة بتندد الجرائم التي برتكبها الاحتلال وما زال برتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية كطلاب إعلام قررنا أن نظم هذه الوقفة بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين لإصال الرسالة لكل العالم لفت النظر للانتهاكات التي بتعرضها الصحفيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أول شيء إحنا الجامعة نظمة هذه الوقفة تنديدا بجرائم الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين مش بس بقطاع غزة برضو كمان بالضفة الغربية وبالداخل المحتل بوجه رسالة لصحفيين اللي في غزة أنه إحنا معهم ومش نسينهم وشكرا لجهودهم جد شكرا لهم أنهم بينكلوا هاي الرسالة وهاي الصورة بطريقة كتير منيحة لحتى يكشفوا جراء من الاحتلال في قطاع غزة وغيرها من الأماكن الصحفيون في غزة ينقلون الصورة والصوت والجوع ينهش أمعاءهم بالكاد يستطيعون الوقوف بفعل نقص الغذاء ومنع وصول المساعدات التموينية خاصة في منطقة الشمال ارتقى أكثر من مائة وثلاثين صحفيا في هذه الحرب التي لم تترك شبرا دون قصف نهيك عن قصف منازل الصحفيين واستهداف عائلاتهم ومؤسساتهم الإعلامية حتى الآن فقدنا أكثر من مائة وخمسة وعشرين صحفيا أكثر من ثمانين مؤسسة إعلامية دمرت اثنين من الصحفيين ما زالوا مختفين أكثر من ألف من عائلات الصحفيين استشدوا أكثر من ألف خمسمائة منزل الصحفيين دمرت الصحفيين يعيشون في مراكز الإيواء والنزوح في المدارس والمستشفيات وفي خيام في ظروف صعبة في ظل البرد القارس لهذا الشتاء ومع ذلك يواصلون العمل ويواصلون الإصرار والتحدي يواصل الاحتلال جرائمه لأنه يهدف إلى اقتلاع عين الحقيقة الفلسطينية أينما كانت حتى يخلص صاحة لروايته المغلوطة والكاذبة والتي تزور التاريخ بحسب ما يرتضيه هواها اشتركوا في القناة